حياكم الله جميعا اليوم حب اغطي موضوع كثير مهم اللي هو الفحص الطبي للطيران كثير من الشباب والشابات اللي حابين يسوي الفحص الطبي بيكونوا متخوفين انه ما ينجح في الاختبار ولا سمح الله يرسوب او كده لهذا بحب اقولكم انه تقريبا 95% من الطلاب اللي مروا عليه يسوي فحص الطبي نجحوا فيه الـ 5% اللي ما نجحوا في الاختبار كان عندهم اسباب صحية احنا هنتكلم عنها اول شي لازم نعرف شغله انه اول خطوة اللي لازم الطالب يسويها عشان يدرس طيران هي الفحص الطبي لازم تسويه من بلدك قبل ما تبدأ تسجيل في المدرسة قبل ما تبدأ تدور على اي مدرسة قبل ما تتواصل مع اي مدرسة لانه لا سمح الله لو فشلت بالفحص الطبي تحت الطيران هذا حيكون عائق عليك انك انت تدرس طيران او تشتغل كطيار فلازم نخلص من الفحص الطبي اول وبعدين نبدأ البحث على الاكاديميات والتواصل معهم والتسجيل معهم انا مرت علي حال الطالب سجل في مدرسة الطيران وطلع الفيزة وسافر وراح يبدأ دراسة مجرد ما وصل له هناك سوي الفحص الطبي وفشل بالفحص الطبي لانه عنده دايابيليز فتخيلوا بعد كل اللي عمله كل التعب اللي تعبه كل البحث اللي سوها والتكليف اللي تكلفها الان حيرجع على بلده وما هيكمل دراسة الطيران ومرت علي اكتر من حالة عمى الوان كانوا الشباب بالعشرينات في العمر وما كانوا عارفين انه اصلا عندهم عمى الوان لغاية مسؤول فحص الطبي الحمد لله الكويس في الموضوع انه في حالة عمى الوان عنده ما هي ما كانت كتير عالية فبيقدر يطير وقدر يطلع المدكي ايش تتوقع من الفحص الطبي او ايش اللي الدكتور بيغطيه بالفحص هذا اول شي توقع الفحص الطبي ما هياخذ معك اكثر من 20 الى 30 دقيقة انا حسب معرفتي مصر فيها الفحص الطبي بياخذ وقت اكتر وبيكون دقيق اكتر الهند نفس الشي الفحص الطبي بياخذ وقت اكتر ولكن باقي الدول دول العربية وغيرها او حتى في امريكا الفحص الطبي ما بياخذ اكتر من نص ساعة بالفحص هذا الدكتور حيسوي تشك لنظرك وحتى لو نظرك ضعيف وبتلبس نظارات بيطلع لك الفحص الطبي بس هم شي انك تلبس النظارة اثناء الطيران بيفحص السنع عشان يتأكد ان انت هتقدر تسمع الانذارات وتسمع المحركات تحت الطيارة ويكون يعني عندك جوجمنت عليها حيسوي تشك لضغط الدم بلود باشر حيشيك على حالتك العقلية وصحتك بشكل عام وحتى لو كان الشخص اوورويت عنده وزن زائد ستل هذا ما بيخليه يفشل من الفحص الطبي وبتجتاز الفحص الطبي اللي حاب اقولكم اياه عن الفحص الطبي انه اول شي الفحص الطبي للطيران هو تلت درجات عندنا الفرست كلاس وسكند كلاس وثيرد كلاس لدراسة الطيران هو مطلوب منك السكند كلاس سرتفكيت لكن للعمل في الايرلاين بيطلب منك فرست كلاس سرتفكيت عشانك انا بنصح من اول هسوي الفرست كلاس سرتفكيت عشان تقدر تضمن انه انت حتقدر استخدمها في التدريب وحتقدر تتوظف ان شاء الله بالايرلاين الان نيجي للمهم كيف انا ابحث على اطباء الطيران انا يا اخوان سويت موقع اسمه دليل اطباء الطيران موقع مجاني بتقدر من خلاله تتعرف على اطباء الطيران في جميع دول العالم حضيف مقطع الان على طريقة استخدام الموقع لكن بشكل عام لما حتدخل على الموقع اسمه amedirectory.com مجرد ما دخلت انت على الموقع بدك تختار الكلاس اللي بدك اياه فاحنا تكلمنا على First Class Medical Certificate فتختار الدرجة الاولى اختار First Class Medical Certificate بعدين اختار الدولة اللي عم بتدور فيها بعدين سوي بحث مجرد ما سويت بحث حتظهر لقائمة الاطباء اللي موجدين في الدولة اللي انت عم تبحث عنها على سبيل المثال السعودية حتلاقي بجدة بالدمان في الرياض فمجرد ما طلعت لقائمة الاطباء بدك تتواصل معاهم كلهم لانه اصلا تسعير الفحص الطبي بتختلف من دكتور لدكتور عشان تحجز موعد معه وتسوي الفحص الطبي للطيران اتمنى ان اكون الخطوة الاولى بالمشوار هذا كله هي الفحص الطبي للطيران يعطيكم العافية وموفقين ان شاء الله اشتركوا في القناة